السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بذكاء مرسل كولر الاهلي يفوز على mp2-0 في ماتش رائع جدا 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 من كل حاجة اولا بالنسبة للتشكيل والحتة الذكية اللي الراجل بيلعب عليها دايما انه هو زي ما قلتلك بيخلي فيه تشكيلة اساسية للفريق خلاص الراجل عمل الهيكل الاساسي والقوام الاساسي للفريق وبيبتدي يأمل روتيشن في مركز ولا اتنين ولا تلاتة بالكتير قوي زي ما شوفنا النهاردة بيلعب بنفس تشكيل الاساسي اللي لعب به ماتش الترجي ولكن بالسيثناء تلاتة لعيبة فقط وهو متولي مكان عبد المنعم وعبد القادر مكان الشحات ومحمد شريف مكان كهربا فايزا انت النهاردة حتى التلاتة لعيبة دولار انت بتعتمد عليهم ايضا بشكل اساسي او شبه اساسي في المباريات السابقة زي ما بتلعبت بمتولي في بعض الوقات لعبت بيه عبد القادر وكنت بتنزله كبديل وايضا محمد شريف فايزا الراجل محافظ على الهيكل والقوام الاساسي للفريق ومخلي فيه شكل للفريق واضح وشكل مرعب جدا جدا للنادي الاهلي وحتى اللعيبة اللي بتنزله وبكون بتلعب احتياطي وبتنزل فهي بتندمج وسط اللعيبة الاساسية وده شيء كويس جدا جدا من مارس الكولر وذكاء ايضا ان انا ببغيرش او ما اعملش روتيشن بشكل كبير اوي لا انا بلعب في مركزين تلاتة بالكتير وهو ده اللي مدي توق لكبير لنادي الاهلي اما الجزء التاني وهو الجزء الخططي والجزء الفني داخل الملعب النهاردة الراجل بيلعب لعب جميل جدا 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 وعود اللعيبة وعود الفريق على تديق المساحات وعلى اللعب من لمسة واحدة كل الفريق النهاردة كان بيلعب لعب من لمسة واحدة بس نعب القادر اي نعم جاب جون كويس وجون حلو تصويبة واستغلال الخطأ بشكل كبير جدا خطأ المدافع بتاع امبي واستغلله بشكل كبير جدا وشات شوطة قوية خلت ايدي الجنه ودخلت ولكن برضو كان فيه انانية واضحة جدا من عبدالقادر بس فعلا فعلا مرس الكولر وبصماته والحتة اللي بيتكى عليها وشفناها بنت قوي 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 في ماتش الترجي والنهاردة برضو بنت اكتر بكتير من ماتش الترجي وهي اللعب من لمسة واحدة والاستحواز بشكل كبير ونقل الكرة بسرعة وعمل باكبر كم من البسات واستحواز بشكل كبير جدا على الكرة علشان خاطر يخلي الفرير اللي قدامه يميل ويسحب الثقة منه ويسحب الثقة من نفسه بالتالي يقدر يعمل هجمات مرتدة بشكل خطر ويقدر يجيب اهدافه وشفناها النهاردة فعلا الاستحواز بشكل كبير جدا قدر محمد شريف في ديال 29 يجيب جن ولا اروع ولا اجمل محمد شريف تحس ان هو بيفوق في الدوري بس يعني هو متخصص دوري مش مشكلة مع علينا خلي فيه لعيب متخصص افريكا زي كهربا وفيه لعيب تاني متخصص دوري يا شريف وهيبتقضى وبتمشي واما حاجة في الاخر المكسب له النادي الاهلي محمد شريف فعلا حط الجون المهاردة جميل جدا الاستلامة واللفة والدوران والشوتة في زاوية بعيدة هدف ولا اروع ولا اجمل من كده ما تلاقيش وعب القادر برضو الجون التاني للنادي الاهلي بيستغل خطأ من مدافع انبي وبيقدر ان هو يشوت شوتة قوية من خط التمنتاشر عشان خاطر تاخد ايد الحارس وتخش الهدف التاني في الديئة 35 للنادي الاهلي والنادي الاهلي بيستغل سيطرة تم جدا النادي الاهلي بيخرج الشوت الاول باستحواذ 70% لنادي الاهلي و30% لفريق انبي واحد يطلع يقول لي يا عم ده انبي عادي يعني لما انت ما تعملش كده قدام انبي هتعمل كده قدام مين يا حبيب قلبي انبي ده السنة اللي فاتت وكل الفرق السنة اللي فاتت انت ما كنتش بتعمل معها حاجة انت كنت بتستحوث وبتسيطر وبتعمل كل حاجة في الكرة ما بتجيبش جوان بل بالعكس اي مرتد عليك بتيجي جون فبنفقد نقاط بطريقة غبية سواء من تعادلات او من هزايم للنادي الاهلي الموسم اللي فات واللي قبله مما ادى الى فقدان الدور العام لمدة سنتين باخطاء سازجة جدا وعدم استحواذ بشكل سليم وعدم انهاء الهجمة بشكل صحيح 100% هو ده اللي بيخليك ان انت تفقد نقاط ده اللي حصل السنه اللي فاتت السنه دي وابح ان مرس الكولر زي ما بيقوللك ذاكر الناج الاهل بشكل كبير جدا وقدر يستغل كل اللاعبة وقدر يشارك كل اللاعبة وقدر فعلا يعمل قوائم اساسي لناج الاهلي بقى مرحب بشكل كبير جدا والحلو دلوقتي النتيجة بتاعت التجانس بتاعت اللاعبة بتظهر دلوقتي ما مش foremost وهو اماتش اصف شوفناها ف الترجج في تونس وشوفناها فالترجج هنا وشوفناها ايضا فماتش امبي كبيرة جدا وبيقدل خلق مساحات في ظهر المدافعين بشكل كبير واسرع من الاول بكتير فايزا استحوازك النهاردة استحواز سليم مية في المية بنيجي حتى الشوت التاني النادي الاهل بينزل ضغط بشكل كبير جدا حمدي فاتحي على حط له فرصتين كانوا خطرين وقدرين ان هم يخلصوا الماتش وقدرين ان هم يزودوا عادل اداف النادي الاهلي الكرة الاولى كان خطأ من مدافع قدر يستغلها كده حمدي فاتحي وقدر يشوتها ولكن المدافع التاني حط رجله فيها وبعدت تماما وايضا الفرصة التانية اللي انن فيها وطول فيها قوي عبدالقادر وارتدت لحمدي فاتحي وشوتها بشكل كويس جدا ولكن حارس المرمى قدر انه هو يتلحها برا الى ضربة الوكنية لنادي الاهلي عشان خاطر بعد كده النادي الاهلي يبتدي يسيطر ويحافظ على الكرة بشكل كبير جدا وبدون اي خطورة تذكر الى حد ما كبير وبرضو فدل عبدالقادر يانن بشكل كبير برضو فدل يلعب بقانانية كبيرة اي نعم انت جبت جون بس كنت ممكن على القلب نهاردة تخرج بهاترك او بتنين اسست مع الهدف اللي انت جبت يعني ده طبيعة ان انت خطر ان انت بشكل كبير جدا زنقت نفسك في كورتين ثلاثة ما يتبصيش ليه عبدالقادر ليه عبدالقادر ما هي مش كل حاجة جواني عبدالقادر اعمل اسست عادي اعمل احنا راضيين اهم حاجة في الاخر ان اهتيج جون يا جماعة زي ما بقولك الراجل مارس الكولر بيعمل عليه زيادة وبيوديك بسهولة جدا لمرمى المنافس وبيخلق لك فرص بشكل واضح وصريحة قدامك وبنشوفها كتير مع النادي الاهل خلال الفترة اللي فاتت ولكن انت برضو اللحيبة في بعض الكثور منها وبالذات عبدالقادر اللي بتاكك على الحتة دي لانه في الاخر بيطول الكورة زيادة على اللزوم بيحب يقمن شوية مش عارف يا عبدالقادر انت عادي اعمل انت حلو انت مهاري انت جميل بس العبكور بص اعمل السلسات احنا موافقين يا حبيبي ولكن الانانية المفرطة دي لأ كتير قوي يا عبدالقادر بالله عليك خلي لعبك اسرع وخلي لعبك جماعي اكتر من كده ياريت بعد اذنك يا عبدالقادر ولكن في المجمل النادي الاهلي قد اداء ولا اروع النادي الاهلي بتصدر او مازاله متصدر ترتيب الجدول حتى الان ان شاء الله باذن الله يوم الجمعة القادمة مباراة هتكون برضو مش سهلة قدام طلاقع الجيش النادي الاهلي لذا يحسم اللقاءات دي بسرعة عشان خاطر يريح نفسه عشان بقى ايه نهاية افريقيا ان شاء الله باذن الله باذن الله اللي هيكون المباراة الاولى هنا الهواليوم 4 والمباراة الثانية على طول اسبوع الي بعده في المغرب وان شاء الله باذن الله كل توفيق النادي الاهلي سواء في المبارات القادمة في الدور العام عشان يحسم الدوري بدري بدري خاصة ان المنافسين بيدوك هدايا المنافسين عمالين يعني ما شاء الله فيوتشار مع بيراميز مع النازي عمالين هيقولك الجو مع زمالك الترتيب الرابع يعني كله عمال متساهل نادل اهلي ثابت دوري قاعد يجي شهرين ورجع تاني الاول يعني ما فيش حد حصله ما تفهمش يعني عمالين الواجب والزيادة ولكن زي ما بقولك الفرق اللي انت شايفها ضعيفة دي السنة اللي فاتت كان بتعمل معك نتائج عكسية تماما فبالتالي اي استهانة باي فريق مش تكون في طالح النادل اهلي خلال الفترة الق والفوز طبعا بيريح والفوز بيديك ايجابيات ومعنويات عالية جدا خاصة وانت رايح تلاعب الوداد فيه لهاي دوري ابطال افريقيا كل التوفيق النادل الاهلي فيما هو قادم باذن الله ما ننساش طبعا نعمل لايك وشير الفيديو ولو مش تابعنا على صفحة ريت تابعونا لو بتشوفنا على اليوتيوب تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصل لك كل جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته